إلا في الآباء بات الشباب الصيني على استعداد للإنفاق السريع لشراء المنتجات الاستهلاكية حتى لو كانت جيوبهم فارغة يلجأون الآن إلى الاقتراض من البنوك ومن شركات التجارة عبر الإنترنت لشراء سلع استهلاكية بعضها باهظ الثمن لا يخشى المستهلكون الجدد في الصين مثل تشاويون البالغ من العمر 33 عاما من إنفاق الأموال حتى وإن كانوا مفلسين وقال يون إنه اقترض 12 ألف دولار أمريكية لشراء سيارة شيفي كروز هذا العام وعلى النقيد من أبائهم الذين تجنبوا الاقتراض إلى حد كبير حتى لشراء منزل فجيل الشباب من الصين لديهم شهية كبيرة للقرود رغم أن البنوك لا توافق عليها بسهولة وفي حين تحاول بكين تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك اقتصادي جديد تتبطأ صناعة التمويل الاستهلاكية ويرجع السبب إلى أن البنوك الكبرى لا تزال تسيطر على النظام المالي وتعجز عن تقديم خدمات سوى بطاقات الاقتمان ولدى الصين أقل من 3 من 10 من بطاقات الاقتمان للشخص الواحد في مقابل 2.3 في هونغ كونغ وعدم وجود نظام التصنيف الاقتماني للمستهلكين يجعل البنوك تتردد في منح القرود ويجد البيع عبر المواقع الإلكترونية روجا كبيرا بين الشباب الصينية كثيرون على الموقع يشترون هواتف آيفون وشيومي وأجهزة التلفاز وفي جي لكنا ننتظر أراء الناس في المنتجات الجديدة لكن الكثير من الشباب الآن يتسابقون لشراء المنتجات لكن النمو استريع للشراء عن طريق الإنترنت أدى إلى ظهور أفكار جديدة إن الإثارة الحقيقية في التمويل الاستهلاكي تكمن في ظهور شركات جديدة مثل أليلون ولوفاكس التي تنتمي إلى بينجان وغيرها من المقرضين على الإنترنت فشركة أليلون يمكن أن تقدم قردا فوريا مقابل نحو 30 يوانا وهذه ثورة عالمية قد تخلق زخما هائلا في السوق لذلك نتوقع أن ينفق المزيد من المستهلكين الشباب في الصين من أجل الحصول على الاقتمان بهدف موافقة المقردين عبر الإنترنت حتى دون موافقة أبائهم